كندي من المدافعين الممتازين جدا جدا رغم صغر سنه لكن مدافع قوي مدافع يعني صاحب التحامات كبيرة ويمتاز كمان بعقلية دفاعية متوازنة أنا بشوف انه صفقة ممتازة بالنسبة لبرشلونة وبالنسبة لإكزافي حتى إكزافي ما بيختار اختيارات عشوائية بيختار اختيار فني ممنهج عارف هو مطالبه وين وليه نوعية اللاعبين هو محتاج نوعية كيف أنا بعتقد انه برشلونة صفقاته على المدى القريب والمدى القريب هي خمسة صفقات حتى الآن شوف فيها صفقات على مستوى بعيد وفيها صفقات على مستوى القريب إنعاش خط الهجوم مش خط الهجوم بالتفصيل يعني أنا بتتكلم انه إنعاش برشلونة بشكل عام بوجود لاعبين بيعملوا تأثير حتى على اللاعبين الموجودين وبتطلع منهم كل اللي عندهم يعني نما نجي نتكلم انه دنبلي أنا بشوف انه ما في لاعب في العالم انا في الوقت الراهن يمتلك ما يمتلكه دنبلي من قدرات ومهارات فردية لاعب يلعب ردين اتنين ما بتعرف يمينه من يساره لاعب يمتلك ملكة كبيرة جدا جدا كان محتاج شنو؟ محتاج لاعب وعملية ضبط زي رافيليا لفندوفسكي قيمة كبيرة تهديفية محتاج الفريق يكون عنده ما ادمين زي ابو ميان وزي لفندوفسكي يكون في مرحلة تنافس حتى لو انه ناخد انه اعمارهم فعلا يعني حتى كيسي برقه في حتى كيسي بالنسبة لخط الوسط نعم ما شوف هي عملية الاحلال واللي بدال قاعد تبقى لكن بتفكير ممتاز بتفكير انه بجيب لاعب عنده الخبرة الكافية لما اللاعب الموجود يمشي اللاعب دا يحل محله ومع اللاعبين الصغار الموجودين بيعمل نفس الاستراتيجية اللي هو عويزة اكزافي ميزة برشلونة بتصبر على مدربة ليه؟ لانه بتجيب مدرب هو ماشي على نفس المؤسسية الماشى بها المؤسسة برشلونة فاختياراته ما قاعد تكون عشوائية اختيارات منطقية اختيارات بناء على الشكل العام للفريق احتياجات الفريق والشكل اللي بيمشي به برشلونة على مدى ثلاثة اربعة سنة خمسة سنة لحد ما يحل عملية الاحلال والابدال مرة تانية